محضراتك طبعا من الاستعدادات احنا الزمالج خد تدريب وايضا الاهلي بياخد وبيستكمل تدريباته وفي تكهنات ايضا عن التحديات بالنسبة للتشكيل لو بدأنا محرك مع الاهلي ومسلماني ايضا التجربة الافريقية وهو ابن افريقيا ولكن لسه التجربة في بدايتها كيف اتعداقت هيكون تشكيله او تصوره للاهلي ولقاء الوداد هو نفس تشكيله في المبارات الاخيرة اللي هو اخذها فهيعتمد عليها بشكل اساسي مع تأمين الجبهة اليسرى بشكل كبير جدا على الاعتبار الجبهة اليومنا في الوداد هي مصدر الخطورة في الفريق ومصدر الهجمات على المنافسين دايما عايز اقول ان اي ان كان اهلي او زمالك او برامدز اللي بالنسبة لهم المبارات دي يعني هي بطولة من مطش واحد لانك اللي هيحسن من النتيجة في الجولة الاولى بالنسبة له زمالك فبرامدز ما عندوش جاء اولاد تانية هي ورا واحدة فأمر طبيعي جدا لكن الاهلي يقول زمالك لسه فيها عودة لسه فيها عودة لكن الى حد كبير نتيجة الزهاب هتحدد الاياب يعني لها اضافة كبيرة في تحديد المتقاتل اللي النهائي فأمر طبيعي جدا ان هنلاقي الاربع فرق في دور الابطال بيلعبوا على سيستيم واحد ان هو البطولة فهيبقى فيه نوع من التحدي غير عادي جدا عشان انا انا بعتبرها مباراة استثنائية ملاش علاقة بين مين ايه ومين ايه وده كويس وده درس التاني ملاش علاقة خالص لان اللعيبة بتلعب مباراة استثنائية زي ما احنا كنا زمان بنتكلم ان مباراة الزمالك والاهلي مباراة استثنائية ما ينفعش فيها توقعات ما ينفعش فيها ربما يكون الاسوأ هو الفائز او الافضل هو الخاسر فما لهاش معالم واضحة لان الاهلي بيقابل الوصيف في الدور المغربي الزمالك بيقابل البطل في الدور المغربي القرى المغربية متطورة بشكل كبير جدا هم طبقوا الاحتراف بدلي بشكله النموزاجي احنا لسه مطبق ناشر الاحتراف عندنا بشكله المثالي او بشكله الطبيعي كما هو متعرف عليه هم عندهم دوافع كتيرة جدا في المغرب سواء للوداد او الرغاء ايضا الكرة المصرية عندها دوافع لان برضو انا بلعب مع الاول والتاني اشتركوا في القناة